اهلا طلابنا طلاب السادس علمي دورة الالكترونية بالفصل الثالث. طلاب اليوم احنا عدنا بالحلقة الثانية هي راح ناخذ مقاومة صرف مقاومة حسب الخطة اللي اطلت ياكم وقلت لكم عندي ثلاث مواضيع بالبداية مقاومة صرف محا الصرف ومتسع على ساعة الصرف بعدين نروح للتوالي وللتوازي. اليوم موضوعنا اللي هو علي من يخص يخص المقاومة صرف يخص المقاومة صرف فقط. المقاومة صرف اذا اذا اريد انسولف على المقاومة بها كلاميات وبها مسائل. بها كلاميات وبها مسائل. المسائل جاي ثلاث مرات بالوزارة. مالتين. فلذلك المقاومة صرف كلامياتها راح اقسمها ثلاث اقسام. واضح? بالبداية راح ناخذ اساسيات المقاومة ومعلومات لازم لازم ابت ما تنساها هنالي هاي المعلومات. وراها راح ناخذ القدرة وخصائص القدرة سولف. اسئلة وزارية خصاص القدرة. رسم منحنيات سولف. وراها مقاييس. اكم موضوع اسم المقاييس. وراها اتيار المؤثر. وسؤال وزاري. هاي الصبورة السي. راح تجمع لك كل شنو? كل المقامة صرف. كل كل كلاميات المقامة صرف. اللي اريدها من عندك. نلع وياي اي فور ورقة. مالبنت اي فور. وتقسمها ثلاث اقسام. وترتب وياي. بحث كل موضوع. نسوي ورقة. تمام? يلا. هس هنالا المقاومة صرف. شوف شوفوا شباب. شنو الصرف? شوي اليوم راح اللح بالموضوع. شنو الصرف? صرف يعني ام وحدها بالدائرة. يعني عدنا مقاومة. بس هالمقاومة شبيهة? وحدها بالدائرة. وحدها بالدائرة. مقاومة صرف? يعني المقاومة وحدها بالدائرة. تمام? يعني بس المقاومة موجودة بالدائرة. كلمة صرف مقاومة صرف يعني فقط هي ماكوشي وياها. لا وياها متسعة. لا وياها محث. لا وياها طرقاعة. كوشي ماكوياها. بس المقاومة موجودة شنو بالدائرة. كوشي ماكوياها. زيان. هذا الشنو? هذا مذبذب. بعد ما نشيت بطارية ليفصلنا اسمه تيار متناوب. المتناوب لازم يجيب دقمه ما الكهرباء. هذا الرمز ما الدقمه كهرباء. يسموه مذبذب كهربائي. شي يسموه مذبذب كهربائي. زيان. بس اقل لك مقاومة. بس تسمع كلمة مقاومة. رأسا تعيط بوجي. شو تقليب? تقليه. التيار والفولتية بنفس الطور. بس علي كيفك تصيح. التيار وبعد والفولتية بنفس الطور. يعني التيار والفولتية بنفس الطور. يعني نفس الاتجاه. يعني شقت فرق الطور مالتهم. فرق الطور زائد فرق صفر ماكوا ساوي ببيناتهم. صفر. التيار والفولتية بنفس الطور. متجه التيار ومتجه الفولتية بنفس الطور. يا ناس يا عالم. متجه التيار ومتجه الفولتية بنفس الطور. واضح? متجه التيار ومتجه الفولتية بنفس. بس اقول لك مقاومة اول شغلة تجيب بالك. ركز يمي. بس تسمع كلمة مقاومة اول شغلة تجيب بالك تيار والفولتية بنفس الطور بس تسمع كلمة شنو مقاومة اول شغلة تجيب دباغك تجيب بالك تيار والفولتية بنفس الطور واضح تيار والفولتية بنفس الطور هو حتى احنا نقاوم لازم نتحد فضل فضل هاي العبارة حلوة حتى نقاوم لازم نتحد واضح عليه حتى نقاوم لازم نتحد واضح؟ يعني من يقول لك مقاومة تيار وفولتية من التحدات بنفس الطهور شبابا أنا قلت لكم كل موضوع موضوع المقاومة موضوع المحسوم موضوع المتسعة احنا لازم ناخذ ثلاث قوانين معادلة الفولتية معادلة التيار والقدرة قانين القدرة يلا معادلة الفولتية من أقول لك الطيني معادلة الفولتية بتقول لي V يساوي V ماكس ساين أوميجا علمتك عليها بالمحاضرة الأولى قلت لك شنو قلت لك من يقول لك من أقول لك الطيني معادلة الفولتية الطيني هاي من أقول لك الطيني معادلة التيار تقول لي A يساوي I ماكس ساين أوميجا تي زياد بس اذنه بصورة عامة احنا ده نحشي وين بالمقاومة ما دام لنحشي بالمقاومة اذن هلاش نكتب VR و IR اذن VR شي يساوي انه Vmax ساين اوميغتي و IR يساوي Imax ساين اوميغتي اذن ما دام لنشتغل بالمقاومة VR يساوي Vmax ساين اوميغتي و IR يساوي Imax ساين اوميغتي يعني الشواء بأنه من أطلب من عندك معادلة الفولتية أو معادلة التيار رأسا ضديني ذنب المعادلات واضح ولا تنسي القدرة القدرة هو لو صديقي i تربيع في r لو صديق صديقي اللي هو ال i في v تمام يا i يا v كل ما المقاومة وكل نحنضى نشيقض عليها mmm على المقاومة لأن يى القدرة تستهلك في المقاومة القدرة تستهلك في المق거� اه بعد ينجع على زوجة نهاية شنو عد機會 المقاومة بس اكالة مقاومة بس واحد يقول لك مقاومة بالتيار وال فولتية بنفس الطور التيار و الفولتية بنفس الطور بان يقول لك مقاومة بأخذ ابويا لح والله لح لح رOH أطلب لهم اليوم أنا اليوم ملحة التيار والفولتية بنفس الطور التيار والفولتية بنفس الطور التيار والفولتية بنفس الطور إحنا حتى نقاوم لازم نتحد حتى نقاوم لازم نتحد فلذلك هنا أنا من أقول لك مقامة قل لي نتحد التيار والفولتية بنفس الطور يعني ماكو زاوية ببيناتهم الزاوية لبيناتهم صفر زاوية فرق الطور صفر واضح؟ شنو معادلة الفولتية VR يساوي فيماكس ساين اوميغا تي. و اي ار يساوي اي ماكس ساين اوميغا تي. والقدرة له صديقي له صديق صديقي. هذا خلصنا من عنده. نجي عليها من هسين. نجي على المنحنيات. منحنيات التيار والفولتية. اشلون ارسم منحنيات التيار والفولتية. باوا. حتى ارسم منحني التيار او منحني الفولتية. باوا. حدد اربعة اربعة. شه تحدد اربعة اربعة. شه تحدد اه صفر تسعين مئة وثمانين ميتين وسبعين تلف مئة وستين. تحدد اربعة اربعة. يلا. يلا شون ارسم منحني التيار والفولتية. يلا اسباع. يلا ويايا. يلا ابطال. يلا شون ارسم منحني التيار والفولتية. شون ارسم ونحن التيار التيار لمن عندها يبديه من الصفر التيار لمن عندها يبديه من الصفر اوكي تمام يصعد ربعين يصعد ربعين لا يقتنع بربع واحد يجب ربعين تمام يصعد ربعان ينزل ربعان يصعد ربعان يه الخطوة بربعان خمس مية دينار ما يعطينا بربع واحد يلا خطوة بربعان يلا يصعد ربعان ينزل ربعان فوق موجب وجوه سالب يصعد ربعان ينزل ربعان فوق موجب وجوه سالب هذا من اقول لك ارسم منحني التيار ترسمني هذا المنحني ارسم منحني الفولتية هو مو الفولتية بنفس اتجاه ما التيار احد اقول لك اذا يبدون نفس الشي اذا نفس الرسم هم مو هم بنفس الطور ايه اذا نفس الرسم نفس الشي يصعد ربعان ينزل ربعين يصعد هذه الفولتية او التيار كيفك عادي اي واحد حطه فولتية اي واحد يحطه طيار يصعد ربعان ينزل ربعان الفوق موجب وجوه سالب هذا منحني التيار. وراح قلل مفتهم. تعال 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 حبيبي تعال. سالة. يلا حدده ربعة ربعة. ربعة اول. ربع ثاني. ربع ثالث. ربع رابع. ارسم التيار. التيار من دا يبدي من الصفر. يلا يصعد ربعين. وينزل ربعين. يصعد ربعين. ينزل ربعين. يلا حددت متجهة الفولتية. يصعد ربعين. ينزل ربعين. الفوق موجب والجو سالب. هذا الرسم مالتنا. يعني شلون يجيك هو يجيك يرسم منحني تيار فولتي. يعني مطلوب شكو رسم ارسمة عصبورة بالفاصلات مطلوب. خلاص. لا حد سيني بعد مطلوب لما مطلوب. شكو رسم هذا مطلوب. هذا مطلوب. شكو رسم عصبورة مطلوب. واضح? يلا يصعد ربعين يزل ربعين. هذا حددنا او رسمنا منحنيات. خلاص طمني المنحنيات. خاف يطلب المنحني ما التيار الضولتية. احد يقول لي جاي سوادي. لا لا ما جابي وزاري. ما جابي بس باوع. هاذه السهل لازم تعرف ترسمه. ليش? على مو تعرف ترسم منحني القدر. سفد شوين يجع ليه. قدك سؤال فكر. يلا فكر. يلا. فكر. متى يكون? اي ماكس يساوي او اي ار يساوي اي ماكس. اي ار يساوي اي ماكس. او ذي ار تساوي ذي ماكس. شوكيت? متى يكون الاي ار يساوي اي ماكس? او الفي ار يساوي ذي ماكس? بس ركزوا يا ركزوا يا شوية. فكر. متى باوع? يعني شوكت الاي ار يساوي اي ماكس? والفي ار يساوي ذي ماكس. شوكت الاي ار يساوي اي ماكس? والفي ار يساوي باوع. خلنا نجي نفكر. عوف. عوف الرياضيات. عوف الزوايا. عوف كل شي. تعال نفكر منطقي. اي شوكتي الفي ار تساوي ذي ماكس. حتى ال صح? لازم نايا dels النين صح?ه لا يساوي ذي ماكس هل يتق Party şuاخر اي صح? لازم نك Trumpة مع هلية عفية. يعني هنا اريد مذهلي لازم. اي اخار الصورة صورة. صحيح اي صحيح؟ مش وقت مالها قيمة. لا مو صفر واحد شوان صفر لك. شو ما تقول صفر? مو صفر واحد. ويا لولا. الثاني 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 شو كت ما لها قيمة? شو كت تكون ما لها قيمة? بتكون قيمتها شقد واحد واحد فيه شي نفس الشي. ما لها قيمة بتكون واحد. زيان. الثانية زاوية واحد. باتقول لي تسعين. اذا نجواب عندما تكون زاوية الطور. اللي الاوميغا تي. تساوي تسعين درجة. اما لك يتو كافي? لا. لازم تعوض التسعين بالقانونيا. قد قلنا في ار يساوي في ماكس سايني التسعين. سايني التسعين اش قد? واحد. اذا الفي ار تساوي في ماكس. هذا خلصت من عدة. بعد. والاي ار الاي ار يساوي اي ماكس سايني التسعين. سايني التسعين اش قد? واحد. واحد في اي ماكس اي ماكس. يعني اي ار يساوي اي ماكس. خلاص. هذا جواب مالتك. يقول لي عندما تكون الزاوية الطور تسعين. وتروح تعوض التسعين بالقوانين. واضح? اذا اش وقت تصير الاي ار يساوي اي ماكس او في ار يساوي في ماكس. من نوخر الساين. زيني اش وقت السايني تروح توخر? من تكون قيمتها واحد. زيني اش وقت تكون قيمتها. شوفاني شوني جاتوا ياك. اش وقت تكون قيمتها واحد? من يكون الزاوية تسعين. من يكون قيمتها الزاوية تسعين. اذا نظن اساسيات لازم تعرفين. هذا الحقل الاول خلاص. رجل الحقل الثاني. القدرة وخصاص القدرة. اول شغلة خلنرسم منحني القدرة. زيني شلون ارسم منحني القدرة? باوع. اتا ارسم منحني التيارة الفولتية? ارسم منحني التيارة الفولتية? شلون بالله ترسم منحني? شون علمتك? تقول لي احدد اربعة اربعة. واحد اثنين ثلاثة اربعة. اربعة اربعة اربعة. ايه. الي يبدي من الصفر ارسمه من الصفر. يصعد ربعين ينزل ربعين. زين. والي يبدي من التسعين ارسمه من التسعين. ما وعد اشي يبدي من التسعين. هذا يبدي مين من الصفر ايضا ارسمه من الصفر. يلاتوا من نفس الطور. هذا موجب فوق موجب وجوه سال هذا من هو هذا التيار والفولتية عفية هسه تعال سؤال أنت مو عندك القدرة تساوي حاصل ضرب التيار بالفولتية راح تقول لي إيه بقول لك عفية تعال تعال شا أريد من عندك أريد من عندك طبعا هاي أربعة أربعة هاي هاي ربعين بربعين إي كي سويتين مهم هذه ربعين بربعين شوف اريدي من عندك هسه من منحنة التيار الفولتية أطلع منحني القدرة تقولي Шلون أنتเกزة طوكلت حاصل ضرب التيار بالفولتية يعني شنو يعني باوع أضرب التيار بالفولتية تطلع لك قدرة يعني شنو بينفتها باوع يعني الموجب بالموجب راح يطلع لك شنو موجب هذا موجب بالموجب شو طلع لك موجب زيان بعد السالب بالسالب ها بيش يطلع لك موجب ها يعني هو بسيتي موجب بالموجب موجب وسالب بالسالب موجب وموجب بالموجب موجب وسالب بس راح تستمر شنو الزاء موجبة بس وابح شو راح تستمر عدي أجزاء موجبة وابح فلذلك هنا شنو عدك هنا عدك شنو خصاص القدرة منحن القدرة من ترسم منحن القدرة ترسم من منحن التيار من نرسم منحن القدرة نرسم من منحن التيار وبعد والفلتي تمام منحن القدرة هذا هو منحن القدرة هذا من هو منحن القدرة زيان هو بس اسمح اسمحها اسمحها لهاي اسمحها اسمحها لفظ الغشيم اسمحها هو من يطلب منحني القدرة من يطلب منحني القدرة أنا أرسم ذنويا لا هذا اللي ما ترسمين هذا اللي أنا أفهمك عليه أنت ترسم بس هذا إذا طلب من عندك منحني القدرة ترسم بس هذا واضح؟ بس هذا يرسم عيد الموجب بالموجب موجب السالب بالسالب موجب علل شوف علل شوف 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 باوعي هنا شوف التعليل الوزارية المهمة علل منحني منه القدرة القدرة المل للمقاومة صرف اش بيه هذي موجب دائما دائما عد ليش منحني صدق ليش منحني التيار ليش طلع دائما موجب يلون شعلا يا غير صوجي التيار والفولتية هم اثنيناتهم موجب طلعوا موجب واثنيناتهم سالب طلعوا موجب يعني لان التيار والفولتية بنفس الطور لان متجه التيار ومتجه الفولتية شبيهم بنفس الطور ففي النصف طلعوا هذا النصف ربعين يعني شقيت نصف ففي النصف الاول موجبان وحاصل ضربهما موجب وفي النصف النصف هذا النصف الثاني وفي النصف الثاني سالبان وحاصل ضربهما موجب ايضا ففي النصف باو عليه شوف جواب شوف الجواب مالتنا نقول لان متجه لان متجه الفولتية ومتجه التيار تكتبين كلمات لا تكتبين حروف متجهowo بالكرارو هذا النصف الطور بنفس الطور وين ده بنفس الطور لا باوع ففي باوع ففي النصف منه الاول ففي النصف الاول هذا النصف الاول من هنا ففي النصف الاول موجبان موجبان والموجب بالموجب شنو موجب وحاصل ضربهما موجب اوكي وفي النصف الآخر هذا النصف الآخر وفي النصف الآخر سالبان وفي النصف منو الآخر شنو سالبان وحاصل ضربهما موجب ايضا شنو سالب موجب ايضا واضح اذا لان متجه التيار ومتجه الفولتية لان متجه التيار ومتجه الفولتية بنفس الطور ففي النصف الاول يلا تحكوا يا عاد ففي النصف الاول موجبا وحاصل ضربهما موجب وفي النصف الآخر سالبا وحاصل ضربهما موجب فدائما راح يطلع موجب دائما ايش راح يطلع ادنه موجب مراتي جه هذا السؤال هذا السؤال يقول لك لماذا شوف شوف باور على وزاري لماذا سجلة سجلة بالملزمة كتبة ياماك بالملزمة كتبة بالملزمة لماذا منحني منحني القدرة في المقاومة في المقاومة صرف في المقاومة صرف موجب دائما شنو الفرق باور ذاك علل يقول لك منحني القدرة موجب دائما علل علل شنو يقول لك لانك متجه التيار ومتجه الظلطية بنفس الطر ففي النصف الأول موجبان وحاصل ضربهما موجب وفي النصف الآخر سالبان وحاصل ضربهما موجب ايضا زين سؤال ليش باور يقول لك لماذا هذا معلل معلل يقول لك هذا السؤال لماذا منحني القدرة يقول لك لأن القدرة شوف 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 باع لأن القدرة باع كل موجب يعني كل استهلاك الموجب معناها استهلاك السالب يعني خزن اكو استهلاك واكو خزن هنا الموجب يعني شنو استهلاك لأن القدرة جميعها تستهلك في المقاومة تعني ان القدرة تعني القدرة تعني القدرة جميعها تستهلك في المقاومة على شكل طاقة حرارية في المقاومة بشكل طاقة حرارية احنا قلنا شون الاستهلاق داما يصير بالكهرباء حرارة من المفتهمته هذا السؤال رجلك تكثن رح افهمه لك ويما اشرح المحث رح افهمه لك لما رح تفتهمه لما رح تفتهمه ليش يعني تفتهم جزء من عدة جزء واحد بكم وشكم واحد بكم افتهمه لقف الفكرة بس يعني الاغلبية رح تفتهمه انتش نسوي كتبة وبعدين عد نجعلها وننسولف بي يلا لماذا علل علل المنحن القدرة في المقاومة صرفي دائرة تحتوي على مقاومة صرف موجب دائما لماذا يكون موجب؟ قلنا لأن لأن متجه التيار والفولتيا بنفس الطار ففي النصف الاول موجبان وحاصل ضربهما موجب وفي النصف الثاني سالبان وحاصل ضربهما موجب زيان هاي خلاصة من عنده نجي الى سؤال سؤال عدد 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 خصائص او خواص او ميزات منحني منحني القدرة مع الرسم طبعا بالمقاومة احنا نشكو شغلة لنحتيها تنحتيها علميها عن مقاومة طبعا هو نحديد لك يقول لك منحني القدرة في المقاومة مع الرسم خلني جي نرسم شوية عليدك وياي بالك صافي بالرسم السحنة شو نعدني هاي اربع اربعة 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 شوف او موجب بالموجب قلت لي موجب وسالب بالسالب قلت لي موجب اوكي موجب 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 بموجب مزيد باوع القدرة هناني هدا الرسم طبعا القدرة هناني اعلى شي صح له لا هتقول لي صح اعلى شي هنا القدرة اعلى شي بماكسيمم ماكس يعني اعظم شي اعلى شي هنا القدرة شو تكون اعلى شي اقصى شي اعلى شي هنا القدرة اسموها بي ماكس هاي كلها بي ماكس نصها شقد راي تقول لي نصف بي ماكس الف رحمة على والديك صح نصف بي ماكس عفو باوع عليه باوع عليه باوع عليه هناني تبه يمي تبه يمي تبه يمي تبه يمي شغل مهم PS قلوها بي ماكس نصها نص بي ماكس قلوها بي ماكس نصها نص بي ماكس هاي النص بي ماكس يسموها بي افاريج ايه ايه افتيهم للمصطلحات شي سموها بي افاريج بي قدرة افاريج متوسط يعني متوسط القدرة وعدها ايسم ثاني يسموها القدرة المستهلكة هاي بس الشطار يذكروها اشوفكم شطار لو لا بعدين قد اختبركم هاي بي افاريج اما يسموها متوسط القدرة او يسموها القدرة المستهلكة زين يعني القدرة المتوسطة هي نصف القدرة العظمى ايه نصف القدرة العظمى زين او القدرة المستهلكة نصف القدرة العظمى ايش دارد من عندي بالسؤال يقول لي تعال اطينا خواص منحني القدرة باوة تعال باوة يعني هو دي يقول لك اطينا خواص المنحني يعني انا ما جبه من قوبو حافظ لا انا يطلح الميا من المنحني. يلا. بلا خلا شوفكم اشياء طلعون من المنحني. اش ده تلاحظون هذا المنحني شبيه? موجب دائما. اذا اولا يكون موجب شنو? دائما. شبيه المنحني? موجب دائما. لان متجه. متجه التيار و متجه الفولتية. ليش موجب دائما? بنفس الطور. بنفس الطور. ملحنش بيه موجب دائما. ليش عد موجب دائما? لانه متجه التيار ومتجه الفولتية بنفس الطور. اوكي. هاي النقطة الاولى طلعتها اللي هي موجب دائما. النقطة الثانية. النقطة ثانية. دالة جيب تمام. نقطة الثانية. هو المنحني يسمون منحني جيب تمام. يعني منحني كوساين. شو عرفت؟ تعالى اطيك ملاحظة. هاي الملاحظة اذا ما تحفظها نزاعل انا يكن الزاعل. واضح؟ ملاحظة ملاحظة مهمة جدا الى اخرين. يعني جدا 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 الاخرين. باوة. ملاحظة جدا المهمة. باوة. المنحنيات عدك نوعين. لو منحني جيبي 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 يعني ساين. لو منحني جيب تمام جيب تمام يعني كوساين. اش وقت تسميه منحني جيبي? اذا بدأ من الصفر اسميه منحني جيبي. اوكي. اذا بدأ من الصفر منحني جيبي. حس اذا تلاحظ اذن يبدأ من من الصفر. ليش؟ يعني به انساين منحني جيبي. واضح؟ المهم اذا بدأ من الصفر فهذا منحني جيبي. اباوة عالية. اذا بدأ من عدي من الصفر فهذا منحني جيبي. زيلا. لا عدو جيب تمام. جيب تمام باحتمالين. اذا بدأ من التسعين. اذا بدأ من من التسعين. من التسعين. هذا جيب تمام. والاحتمال الثاني. اذا صار الرسم كله فوق. فهذا مجيب تمام. حلو. طلابش قد ما اقول لك عليها مهمة. يعني ما راح اوفي حقها. ليش؟ للمواضيع جاي كلها تعتمد عليها. شون تعرف بس باوة عدالة. شوفها ساين لو كوا ساين. تقول له هذا جيبي لو اجيب تمام. باوة عدالة بدأ من الصفر قبل زرقها ساين. واضح؟ بدأ من التسعين او كلها فوق. واحد يقول له هذا كلها فوق هم بدأ من الصفر. ملك علاقة كلها فوق. تمام? هاي كلها فوق. اذا كلها فوق او بدأ من التسعين. هاي جيب تمام. باوة عدالة. هذا شنو هاذج؟ كلها فوق. صح لو لا. اذا هانا شنو المنحني؟ جيب تمام. تمام. هسان انا الشغل طهيب. بعد شنو عندي؟ مين يجدي من الصفر? يتغير مين من الصفر المن للمقدار الاعظم. اذا يتغير يتغير بين الصفر والمقدار الاعظم. يتغير بين من? بين الصفر والمقدار الاعظم. بي ماكس. اللي هو بي ماكس صديقي او صديق صديقي. اي ماكس في في ماكس. المهم يتغير بين من? من الصفر للمقدار الاعظم. اقول مفتهمتين. اقول لك هو مين بدي من الصفر? وين وصل للمقدار الاعظم? بعدين هو نرجع للصفر. بعدين للمقدار الاعظم. بعدين للصفر. بعدين للمقدار الاعظم. يعني هو ده يتغير بين الصفر يعني مرتب مو مخربط. يعني شو مرتب مو مخربط? يعني باوع. يعني موه شي اسمعني. يعني مو بدأ من الصفر وصعد للمقدار الاعظم. بعدين نزل. بعدين صعد المتوسط. نزل. نزل. صعد. نزل. راح. يجي. مو يعني هم خربط. هاي ده يتغير بشكل مخربط. لا منحني ما لاتنا مرتب. دي يبدي من من الصفر. واندي اوصل للمقدار الاعظم. خلص. تغير من الصفر للمقدار الاعظم. زيان. بعد. اربعة. بعد السحنة قلنا كله موجب. خلقتها ساين. اذن اولا موجب. خلقتها ساين. شكلها ساين. بعد. يتغير من الصفر للمقدار الاعظم. او شي بعد ما قلنا. شنوه قدامك هو صاير. هسه موجب قلناه. شكلها ساين قلناه. يتغير من الصفر للمقدار الاعظم قلناه. بعد شو اشانا بعد ما قلناها. هاي. صح لو لا. متوسط القدرة يساوي نصف القدرة العظمى. متوسط متوسط شنوه? القدرة. تساوي نصف القدرة العظمى. متوسط القدرة تساوي نصف القدرة العظمى. يعني تساوي نصف بي ماكس. بي افريج بي افريج بي افريج. ساوي نصف بي ماكس. حرص. يلا. ما هي خصائص ما او عمي جبتها الخصائصاني. امن المنحني. موجب دائما. موجب دائما. هاي اول الشغلة. ثانيا. منحني ثانيا. منحني شنوه? منحني جيب تمام. زين. بعد ثالثا. يتغير من الصفر يتغير بين الصفر والمقدار الاعظم. رابعا. القدرة المتوسطة تساوي نصف القدرة العظمى. شكرا من نقطة? اربعة مين جبتها من الرسم. ولا نقطة من عدة حافظة. ثق ولا نقطة حافظة. كلهم جبتهم من الرسم. يلا. هس شنو هاي? اولا موجب دائما. ثانيا. جيب تمام. ثالثا يتغير من الصفر والمقدار الاعظم. رابعا متوسط القدرة ساوي نصف القدرة العظمى. زين عدي سؤال وزاري مهم. سؤال. يقول لك لماذا تكون القدرة للتيار? للتيار الاعظم يعني التيار المتناوب. اي سي متناوب. لا تساوي القدرة التي ينتجها التيار المستمر. هذا السؤال. عوف الملزمة سنجعل ملزمة. عوف الملزمة. كل الاسئلة موجودة بالملزمة. عوفها. بعدين نجعلها. سؤالك افتهمة. ايش داي يقول لك? داي يقول لك لماذا تكون او لماذا لا يتساوي التيار او القدرة التي ينتجها التيار الاعظم. قدر التيار المتناوب الاعظم عن المتناوب. مع القدرة ما المستمر. بابل. انت حتى حتى تنتج قدرة. حتى تنتج شنو قدرة. لازم. حتى تنتج قدرة. لازم عندك تيار. يعني القدرة تعتمد على اليمن على التيار. القدرة تعتمد على اليمن على التيار. اوكي. شباب يعني اذا التيار موجود القدرة موجودة. اذا ينهسة شنو السؤال. نبالله خلني افتهمه. عندي اني تيار متناوب. وعندي تيار مستمر. هذا المتناوب ينتج قدرة. وهذا المستمر ينتج قدرة. بابس 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 هنا. هذا صديقي. اذا اكو تيار مقاومة وجودة. اذا اكو تيار اكو قدرة. اذا متناوب ينتج قدرة متناوبة. تيار مستمر ينتج قدرة مستمرة. يا الثاني اندي تيارين. تيار متناوب وتيار مستمر. ويا الولا. المتناوب بي قدرة. والمستمر بي قدرة. زل لاش ما مساويات؟ دخل. خلنج على اليمن. على اليمن على القدرة مال من؟ مال المتناوب. جاية من من؟ جاية من التيار المتناوب. نقول لي ان التيار المتناوب يتغير دوريا مع الزمن بين الاي ماكس الموجب والاي ماكس السالب. ليش? لان التيار لانه لان التيار لان التيار يتغير دوريا مع الزمن بين الهاي تعريف مالتني. ايه تعريف? زين اوكي. يعني شو يتغير دوريا مع الزمن? يعني يتغير كل احمالة قيمة معينة. ما افتهمني. يعني باوع. المواردك تفتهم عليك الله لا تطلع من الفيديو اليوم الا تفتهم. عيد عيد ايشي ايشي ما تفتهم عيدة لا تفتهمة لا تطلع. باوع. ولو انا يعني مدالح زيادة عن اللزوم بس مية خالف. اريدك تفتهم انا تريدك تعيد بعد. باوع. احنا هنا شنو عندك? التيار يتغير مع الزمن بين الموجب وبين السالب. طبعنا اكو قمة موجبة وقمة شنو سالمة. يعني مقدار اعظم موجب ومقدار اعظم سالم. يعني شو هي تغير دوريا مع الزمن? يعني كل لحظة الى قيمة. يعني مثلا هنا قيمة التيار اربعة. هنا هنا مثلا ستة. هنا هنا مثلا تسعة. هنا مثلا خمسطعش. هنا هنا مثلا نزل. 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 صعد. صعد. تمام? يعني بكل لحظة. ففي اي لحظة له قيمة معينة. صح? لا تساوي القيمة العظمى. ففي كل لحظة في كل لحظة طيار لا يساوي المقدار الاعظم. في كل لحظة في كل لحظة هو لا يساوي المقدار الاعظم. ما افتهمنا هان. شنو في كل لحظة لا يساوي المقدار باوة. سمعني. يعني شقد المقدار الاعظم? هتقول له خمسطعش مثلا. اقول لك هاي خمسطعش? هتقول هاي. هاي. لا. هاي. لا. بس هاي. مستحش. عد ليش? عد ليش مقدار? لان دي يتغير دوريا مع الزمن. لان دي يتغير دوريا مع الزمن. دي يتغير ويا الزمن. فلذلك كل لحظة الى قيمة تختلف. كل لحظة الى قيمة شكل. كل لحظة الى قيمة تختلف عن اللحظة اللي وراها. واللحظة اللي وراها تختلف عن اللي وراها. والوراها تختلف عن الوراها مو كلهم شوية مو كلهم رقم واحد واضح فلذلك في كل لحظة هو لا يساوي المقدار فقيمته في كل لحظة لا يساوي المقدار شنوى الأعظم تمام في كل لحظة هو لا يساوي المقدار اللحظة يعني مو كله هو 15 لا اكو اربعة و اكو 6 و اكو 9 زين وعي ذا يعني يعني واذا في كل لحظة لا يساوي يعني شنوى تقصد في كل لحظة لا يساوي المقدار الأعظم يعني دا اقصد بانه تهي تغير يا عالم يا لاس التيار شبيه دا يتغير التيار دا يتغير التيار دا يصعد ودا ينزل ويصعد وينزل ويصعد وينزل تيار شبيه دا يتغير ففي كل لحظة هو لا يساوي المقدار الأعظم مو كل نفس الشي. لذلك يعني متغير لو ما متغير متغير. لذلك ينتج قدرة متغيرة. شا حنتج عدي قدرة متغيرة. اوكي. هساني فهمتك التيار المتناوب بنوتر تيار متغير. لذلك ينتج قدرة متغيرة يا خلا فهمك التيار مستمر. يلا نرجع للتيار مستمر. التيار المستمر. تيار المستمر. امو تيار ثابت? احت 말씀을 لي. ايه? تيار اذا هذاخ مصدعش هذاخ مصدعش هذاخ مصدعش. يا Cara يذلك هو ثابت صح? ايه ثابت. لذلك ينتج قدرة ثابتة. لذلك شينتج قدرة ثابت. يلا. يلا ويايه. شنو جوابنا راح يكون? طبعا هادا نرسم و هاي المخططات حتى تستهمه. تمام? شلون راح نجاوب احنا? نقول للي انه باوع. يقول لك ليش هام يساوي هاد? ليش ما المتناوب بالقدرة ما تساوي المال مستمر? باوع. نقول للي انه. لانه. باوع اسمع. لان التيار لان التيار يتغير دوريا مع الزمن. باوع. باوع هنا على الرسم. لان التيار المتناوب يتغير دوريا مع الزمن بين الاي ماكس موجب اي ماكس سالب. لان التيار المتناوب يتغير دوريا مع الزمن بين الاي ماكس موجب اي ماكس سالب. اوكي. ففي كل لحظة او في أي لحظة ففي أي لحظة ففي أي لحظة هو لا يساوي المقدار الأعظم أي لحظة هو ما يساوي المقدار الأعظم لذلك ينتج قدرة متغيرة بينما التيار المستمر ثابت لذلك ينتج قدرة ثابتة يعني هذا مخطط عالمي والله يعني حقي نقذك بالحفظ هذا الحفظ حفظ وفهم هذا السؤال مخطط فشي والله عالمي بس مجرد تذكر المخطط هنالس سوات هنالس سوات تكتب الجواب يلا خلنا رجع نرجع يلا تعطي باوا من أقول لك مقاومة أول شغلة شنو تجيب بالك تقول لي التيار والفولتية بنفس الطور تقول لي شنو التيار والفولتية بنفس الطور يعني زاوية فرق الطور صفر أوكي زين نطيني معادلة الفولتية ولي في آر يساوي في ماكس ساين أومقا تي وآي آر يساوي آي ماكس ساين أومقا تي والقدرة لو صديقي لو صديق صديقي والمنحنيات تقول لي يبدي من نص صفر رسمها من نص صفر يصعد ربعين ينزل ربعين الفوق موجب وجوه سالب زين اش وقت آي آر يساوي آي ماكس تقول لي من تكون الزاوية تسعين وتعوض بالقوانين زين تعال على القدرة 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 من رح ترسمها من التيار والفولتية لأن هي حاصة ضرب التيار بالفولتية الموجب بالموجب موجب السالب بالسالب موجب يلا لماذا منحني القدرة يكون موجب دائما بالمقاومة صرف ليش موجب دائما وذلك لأن التيار وذلك لأن متجه التيار ومتجه الفولتية بنفس الطور ففي النصف الأول موجبان وحاصل ضربهما موجب وفي النصف الثاني سالبان وحاصل ضربهما موجب أيضا زيب لماذا منحل القدرة في المقاومة موجب دائما لأن القدرة تستهلك بالمقاومة قلت لك هذا بعدين أجعلها فصخة إليك أفهمة إليك ملعوفك إذا ما تفتهمك بس حاليا بسجلة إمك عدد خصائص القدرة منحن القدرة عدد خصائص منحن القدرة مع الرسم طبعا الرسم مطلوب واش ترسمه واضح ما نرسمه يا ماتير والتين نرسمه بس هو أولا موجب دائما ثانيا جيب تمام ثالثا يتغير بين الصفر والمقدار الأعظم رابعا القدرة المتوسطة نصف القدرة العظمى ليش القدرة ما المستمر القدرة ما المتناوب ما ساوه ما المستمر ليش ظل لي أن التيار المتناوب يتغير دوريا مع الزمن بين الآيماكس موجب والآيماكس سالب في أي لحظة في أي لحظة في أي لحظة ولا يساوي المقدار الأعظم لذلك ينتج قدرة متغير لما متغير متغير لذلك ينتج قدرة متغيرة بينما تيار المستمر ثابت ذلك ينتج قدرة ثابتة وهل المتغير يساوي الثابت؟ كلا لا يساوي شو أنا بلغة عربية لك يلا فهناني ينتج باوع ينتج قدرة متغيرة وهذا ينتج شنو قدرة ثابتة والمتغير ما يساوي الثابت ما يسمي الثابت طابع؟ اي صحيح زين يلا هذا القسم الثاني خلصت من عدة نجي للقسم الثالث والأخير حسنا فهمت قسم قسم حفافت قسم قسم طاوة المقاييس هتقول لك شنو مقاييس أنا أقول لك يعني الاميتر والقلفانوميتر والفولتوميتر والآخرين مقاييس مالتنا والتيار والفولتية باوع باوع مقاييس التيار احنا ش كم تيار عندنا؟ لو تيار متناوب لو تيار مستمر صح؟ اقول لي والله صح لو تيار متناوب لو تيار مستمر خلق لك الحقيقة لو تروح تأخذ جهاز مقياس ما التيار المتناوب هو بالحقيقة ماذا يقيس المتناوب؟ ده يقيس شيء اسمه التيار المؤثر يقيس التيار المؤثر شيء يقيس التيار المؤثر اي افكت المؤثر افكت يعني المؤثر لسا نجي على تعريفه لسا نجي على تعريف الاي افكت المؤثر زيان والمستمر المستمر همات ما يقيس مستمر عزب عيني اللي عزلنا شيء قيسا هذا يقيس المتوسط افرج افرج المتوسط يلا هس المتناوب اقول لك مقايس التيار المتناوب ماذا تقيس تقول لي تقيس المقدار المؤثر مقايس التيار المستمر ماذا تقيس تقول لي تقيس المقدار المتوسط تيار المتوسط مقدار تيار المتناوب المتوسط المتناوب يقيس مؤثر متناوب يقيس مؤثر ومستمر يقيس متوسط متناوب يقيس مؤثر ومستمر يقيس متوسط مفتهم لي. باوا. انت تروح تشتري الجهاز. قيل فانو ميتر اميتر فولت ميتر. تتقيس تيار متناوب. شو تتقيس تيار متناوب. هذا مو راح يقشر. هذا هذا التيار اللي يقشر لك علي ترى. هذا مو متناوب. هذا من هو المؤثر. زين. والمستمر. اذا جبت مال مستمر راح يقيس لك المتوسط. شو شو تحفظني التباوع. تيار المستمر. يقيس المتوسط. لازم يجتمع السين ويسين. عمود ما تخربط بيناتهم. هذا خاو باعد يقول لي اجتمع ميم ميم. هذا اني هم بهم ميميات. هنالا شنو? خاو باعد يقول لي هنالا واو بواو. هذا هم بواو. تحولت قبلك ما يصير. انت التشيز سوى تجمع السين ويسين. وهذا يبقى قوي هذا. اكيد اذا عرفت المستمر هيقيس المتوسط. فاكيد المتناوبش هيقيس المؤثر. ما واحد. اذا قلت لك التيار قسط التيار المتناوب وطلع واحد امبير. شكرا طلع? واحد امبير. شنو معنى? راح تقول لي معنى بانه المقايس التيار المتناوب تقيس المقدار المؤثر. ازي قلت لك? قلت لك زي انقص التيار المستمر وطلع اربعة امبير. شنو معنى? ازي قل لي معنى المتوسط اربعة امبير. زي القد ليش? يقول لي ان التيار المقايس التيار المستمر اتقيس شنوه? المتوسط. شو اريد اعقدها عليك اكثر. اركزين مني. شو اقول لك? اقول لك زي ان مقايس التيار المتناوب. اتقيس المقدار المؤثر لول مقدار المتوسط لول مقدار الاعظم. راح تقول لي لا مقايس التيار المتناوب اتقيس المؤثر. واضح? فدير بالك. يعني بابع هذا المخاطر بس مجرد خلي قدامك. متناوب يقس مؤثر. متوسط يقس افرج. متوسط العفو مستمر يقس متوسط. هذا المخطط من دخلي قدامك اي سؤال على المقايس ينحل عندك. اسا احنا عرفنا حقيقة بانه هذا الجهاز. اروح اشتري. اروح اشتري هذا الجهاز. هذا الجهاز على اساس دي قيس يا هو التيار المتناوب. تيار المتناوب. من اجاقيس راح يقشر عدي. اتا اعرف هذا اللي اشر علي ترى مو متناوب. هذا المؤثر. اي افكت. اه. زين. وذا رحت ردت تشتري جهاز. جهاز ما التيار المستمر. تيار المستمر. هذا تيار المستمر. تروح تشتري جهاز ما تيار مستمر. راح يقشر الجهاز. ما هو. راح يقشر. يقشر على قراءة معينة. ترى هذا اللي يقشر علي مو المستمر. العد منه هاد? الافرج. ها. حلو. يعني المتناوب يقشر علي من على المؤثر. والمستمر يقشر على المتوسط. زين. سؤال شوية شوية عاد اخبطها عاد اخبطها عليك. استفتهمت. بس عاد اخبطها. ما عاد اكتفتيهم زيان. باوع. زين. انا اش سويت? جيبت جهاز ما المن? جيبت جهاز ما المن? ما المستمر. جيبت جهاز ما المستمر. وخليها تبدارة المتناوم. يقيس? لي لا ما يقيس. يوقف على الصفر. لان هذا هذا اصل باوع. لان هذا ما يقيس المتناوب. هذا شيقيس? المتوسط. يعني شنو? باوع. جيبت جهاز مستمر. ما الما المال? ما المال? دي سي. مستمر. وخليه تاون? خليه. ردي تقيس بيه تيار المتناوم. عاد يلي ما رح يقيس المتناوم. اقول لك ليش ما يقيس المتناوم? اذولي لان المتوسط عفو المستمر. ما يقيس المتناوب. ايقيس المتوسط. زين. شوف. جبيت جهاز جبيت جهاز متناوب. متناوب. رتقيس بالمقدار الاعظم. ايقيس? اقول لك ليش ما ايقيس? اقول للمتناوب ايقيس من هو? المؤثر. اذا مش كل السوال في كل الاسئلة تنحل بس مجرد تحفظ هذا المخطط. المتناوب يقيس المؤثر والمستمر يقيس المتوسط. كل اسئلتك تنحل. يلا. خلني جي نعرف طبعا نساعد نشكب سؤال على المقايس بالملزمة ساعدنا اخذهم وننظرهم اكثر. التيار المؤثر اي افكت. التيار المؤثر. اي افكت. اذا اقلت لك معنى اش احطيك دقيقة. اقول لك وقف الفيديو دقيقة. اروح حفظة. جدي اقف الفيديو دقيقة اروح حفظة. التيار المؤثر. التيار المتناوب. التيار المؤثر بالمقدار المتناوب. او التيار المتناوب بالمقدار المؤثر. مهم تيار المؤثر. باوة. هس ات خلني نقول بانه لقيته بانه بطتنا بطت بطن بطتكم. رجعت بطتكم بطت بطن بطتنا. مصح لو لا. المهم يعني ات لقيتها هيج شابتة ما تعرف شنوه. في وضعيه. التيار المؤثر. هو التيار المتناوب. الذي يساوي تيار المستمر. والذي لو انسى بخلال مقاومة معينة. فان له تأثير حراري نفس التأثير حراري للتيار المتناوب. صح? لو انسى في نفس المقاومة ونفس الفترة الزمنية. هل يقول شو ما فتهمه? تعال تعال تعال. تعال السنين. حظر لك مخطط. باوة. هذا من هو اي افكت. هذا من هو اي افكت. تيار المؤثر. اللي احنا نريد انعرفه. خلي علي منوالته اي اي سي متناوب. وعلي يسره اي دي يسي مستمر. زيادة. هو باوة. هو 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 التيار المتناوب. تيار المؤثر. المؤثر. هو التيار المتناوب. الذي يساوي التيار المستمر. هو اي افكت المؤثر. هو انا متناوب. بس اساوي التيار المستمر بشرط. ركز ركز. باوة. هو اتيار المتناوب. انا متناوب. ابوة انا متناوب. ايه متناوب. بس انا اقدر اساوي المستمر. يعني انا قيمتي تساوي المستمر بشرط. شرط. المستمر لازم لازم ينفذ شرطي. يلا انا اجي اجيب شوية. باشلون? بالشرط. باوة. هو متناوب. هو متناوب. تيار المؤثر هو متناوب. هو يساوي المستمر بشرط. ساوي المستمر بشرط. شنو غير شرط? من هو? لو انساب. من هو المستمر? لو انساب خلال مقاومة. لو انساب خلال مقاومة. فان له تأثير حراري. تأثير حراري يعني قدرة. تأثير حراري. فان له تأثير حراري. نفس التأثير الحراري للتيار. نفس التأثير الحراري للتيار المتناوب. لو انساب في نفس المقاومة. ونفس الفترة الزمني. هو متناوب. الايفكت متناوب. متناوب? هو متناوب. هو متناوب. يقولوا بشوفها. هو متناوب. هو متناوب. هو شنو متناوب? هو متناوب. يساوي المستمر. يلا شباب هو متناوب. هو متناوب. يساوي المستمر. بشرط. المستمر طبعا. المستمر لك مستمر. لازم تمشي بمقاومة. وتطلح حرارة. نفس الحرارة اللي يطلحها المتناوب. وتمشي بنفس المقاومة وتطلح الحرارة بنفس الفترة الزمنية. دعال دعال. جيب مقاومة. خليها ويا بطارية. بطارية يعني مستمر. دي سي. وجيب مقاومة نفسها. وخليها متناوب. اي سي. جيب سطل مال مي. هاي سطلة مال مي. وهاي سطلة مال مي. هاي سطلات مال مي. زين. شغل نسوي. وطبعا هنا نتخلي محرار. شو تخلي محرار? هنا نخلي محرارة. قيش درجة الحرارة. زين. قيش درجة الحرارة. خلي محرارة. يلا. شغلن اثنيناتين شو تتغلن اثنيناتين? تعرف التيار من يمر خلال المقاومة. يعني تحمي. تطلح حرارة. صح? شو تطلع حرارة? مثلا مثلا الآن اثنيناتهم علاقتهم سوى. مثلا علاقتهم عشر دقائق. الزمن شغلت عشر دقائق. عشرة منت. زين. وصلت نفس الحرارة. شو وصلت? نفس الحرارة. مثلا ثلاثين سليزي. ونال ايضا لثلاثين درجة سليزية. نفس الحرارة وصلت. اعلم يا بني. اسمع. اعلم يا بني. اذا وصلت نفس الحرارة. فهذا المستمر بعد يسموه ترى. هذا المستمر اللي دين سابهنانه. هو نفسه منه. الافكت. هو التيار. باو باو باو. هو التيار متناوب. الذي يساوي التيار المستمر. اسمع. هو التيار متناوب. الذي يساوي التيار المستمر. هو التيار متناوب. الذي يساوي التيار المستمر. ايه شواكت 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 يساوي. لو انساب خلال المقاومة. فان له تأثير حراري. نفس التأثير الحراري مال من? مال المتناوب. لو انساب في نفس المقاومة. ونفس الفترة الزمنية. شوف. لو مشغلت المستمر. طلعك نفسي الحرارة. مال من? مال متناوب. اذن هذا المستمر هو نفسه القيمة مالمؤثر. هو يساوي القيمة مال من؟ مال مؤثر. اذن. اذن المؤثر مسيقول يقول يا ابا اني من عائلة المتناوب. اني متناوب. اني شنو؟ متناوب. المؤثر شي يقول يقول اني من عائلة المتناوب. انا شنو متناوب. المؤثر يقول انا من عائلة المتناوب. بس انا مرات اساوي. مو مو كل مو كل وقت. لا مرات مرات بشرط. بس انا مرات اقدر اساوي من هو المستمر. يا بشلون? قال اذا المستمر انساب بمقاومة. وطلع تأثير حراري. نفس التأثير حراري يطلحها المتناوب. انا بذاك الوقت راح اساوي المستمر. اش قال اش قال انا ترى من عائلة المتناوب. انا ترى من عائلة المتناوب. انا من عائلة المتناوب. واني مرات اساوي المستمر. بشرط. لازم المستمر يتعب على نفسه حتى يصير مقامي. يا بشلون? قال لازم المستمر يروح ينساب بمقاومة. ويطلع تأثير حراري. نفس لي طلع ابوي المتناوب. يلا حتى اقدر اساوي. هو التيار المتناوب. الذي يساوي التيار المستمر. هو تيار متناوب. الذي شوف المخطط كلش راح يساعدك بالحفظ. هو التيار المتناوب. الذي يساوي التيار المستمر. ايش وقت? لو انساب في مقاومة. فان له تأثير حراري. نفس التأثير الحراري للتيار المتناوب. لو انساب في نفس المقاومة. ونفس الفترة الزمنية. انا متناوب. اساوي المستمر. بشرط. لازم المستمر. اتعب على نفسك على مدى اساويك. قل له شلون? قل له تروح تنساب في مقاومة. واطلع تأثير حراري. مثل لي طلح ابويه. ابو من هو? تأثير متناوب. مثل لي طلح ابويه. انا راح اساويك. اصير مقامك. ويا لولا. اذا يلا. تعال عرف التيار المؤثر. هو التيار المتناوب. الذي يساوي التيار المستمر. والذي لو انساب خلال مقاومة. فان له تأثير حراري. نفس التأثير حراري التيار المتناوب لو انساب في نفس المقاومة. ونفس الفترة الزمنية. بس مجرد مخطط قدامك تحفظه. حفظته وافتهمته. خليك وياي بالملزمة. خليك وياي بالملزمة. دارة التيار المتناوب الحمل فيها مقاومة صرف. مقاومة مثالية. اولا تمثل الدارة الكهربائية. هذا الشكل يمثل الدارة الكهربائية. هذا الرسم البياني لمتجه التيار الزولتية. وجوه كاتب لك القوانين. وكل واحد نعطيك شنو في آر وفي ماكس وآي آر وآي ماكس كل واحد نعطيك يسمهم. يعني مود يعني ما تخربط. ما قياس الزاوية. بس اهنا نحن نجي. وطبعا اهنا ها راسم لك المنحنيات. جوه ما قياس الزاوية لكل من متجه التيار ومتجه الفولتية. في الحالة التي يكون عندها في آر ويسا وفي ماكس وآي آر ويسا وآي ماكس. ولا عندما تكون زاوية الطور التسعين تروح تعوضها. شون انا كتبتها تكتبها. ما هي الصفات القدرة الآنية منحني القدرة الآنية مع رسم المنحني. هاي الصفات اربعة وهذا الرسم. التيار المتناوب معدله لدورة كاملة. هذا طبعا ما شرحته سراحة شرحه اليك. التيار المتناوب معدله لدورة كاملة صفر. شوف. تيار المتناوب. هذا تيار المتناوب. دورة كاملة ثلاثمية وستين شقية صفر. لكنه ينجز شغل. طبعا عاد ينجز شغل. ليش? لان الشغل ما يعتمد على التيار. قانون الشغل ما بيتيار. واضح? الشغل هو القوة في الإزاحة أكو تيار بالموضوع؟ لا لأن الشغل لا يعتمد على التيار ما العلاقة؟ الشغل واحد والتيار واحد منحني القدرة في دار التيار متناوب يكون موجب دائما حلل ليش؟ ليش منحني القدرة؟ لأن التياره في نفس الطرفة في النصف الأول موجبان وحاصل ضربهما موجب وفي النصف الثاني سالبان وحاصل ضربهما موجب أيضا وراء التيار المؤثر للتيار المتناوب هو التيار عرف هو التيار المتناوب الذي يساوي التيار المستمر شو بك يساوي؟ لو انساب في مقاومة فأن له تأثير حراري نفس التأثير الحراري للتيار من المتناوب لو انساب في نفس المقاومة ونفس الفترة الزمنية زيان ماذا تعني العبارة أن المقدار التيار المتناوب يساوي ماذا تعني العبارة أن مقدار التيار المتناوب يساوي 1 أمبير شنو يعني من هو المتناوب يساوي 1 أمبير تعني أنه هذا معناه مقدار التيار المؤثر يابا ليش لأن مقاييس المتناوب شا تقييس المؤثر نكمل ما الذي تقيسه مقاييس التيار المتناوب مقاييس تيار المستمر هذا المخطط سوى تلك طبعا المخطط ما تكتبت هل يمكن أن تستعمل أجهزة التيار المستمر في التيار المتناوب وضح ذلك يقول لك المستمر هذا المستمر تقدر تقيس به متناوب متناوب هل تقول لك لا لا يمكن لأن مقاييس التيار المستمر تقيس المقدار المتوسط زياد فلذلك إذا حطناها على المتناوب ستوقف على الصفر كلا لا يمكن لأن أجهزة المقاييس التيار المستمر مقدار المتوسط فإن مؤشرها يقف عند الصفر إذا وضعناها على المتناوب إذا كان التيار المتناوب أربعة أمبير إذا كان التيار المتناوب أي سي أربعة أمبير أوكي أربعة أمبير فهل يعني هذا المقدار الأعظم هل يعني هذا المقدار الأعظم أو المقدار المؤثر ولماذا يلا هو المتناوب شي قيس المقدار اللعظم لأنه المؤثر المتناوب شي قيس المؤثر يعني المقدار المؤثر لماذا لأن مقاييس التيار المتناوب تقيس المقدار المؤثر بماذا لا يتساوى القدرة المستهلكة من قبل الآي ماكس مع القدرة المستهلكة التي ينتجها التيار المستمر. ليش؟ جواب قلنا هذا على المخطط لان التيار المتناوب يتغير دوريا معزما بين الاي ماكس موجب واي ماكس سالب. ففي اي لحظة هو لا يساوي المقدار الاعظم لذلك ينتج قدرة متغيرة. بينما التيار المستمر ثابت لذلك ينتج قدرة ثابتة. ورا عندنا اشتقاق. واضح هذا اشتقاق ما للاي افكت. ها بالنهاية يناخذة. اه. الهنا خلصت يعني الكلاميات ما المن? ما المقاومة خلصت الكلاميات. المحاضرة الجاية. اتحضر المسال والمقاومة. اه. شنو اريدها من عندك? تحفظني القوانين. الاي افكت. هو او بوينت سبعة صفر سبعة اي ماكس. طبعا هذا بيشتقاق. بس تحفظك قانون وبعدين عودة فهمك على الاشتقاق. لنستخدمها بالقوانين. الاي افكت يساوي او بوينت سبعة صفر سبعة اي ماكس. والفي افكت يساوي او بوينت سبعة صفر سبعة فيماكس. هذني هنه اه قوانين مالتنا. ليه هنه اه انتهت محاضرتنا. انتهت كلامياتنا. للمقاومة صرف. لبطوها سوها بورقة وحدة. وخلوها قدامكم على مود. اه نشتغل على على هيج الشغلة. كل كل موضوع نسوي ورقة. كل موضوع نسوي ورقة. واضح? يلا باي باي. موسيقى